السلام عليكم أيها الشعب السوري مبارك الله بالثورة السورية المزلزلة المباركة الكبرى في أخبار كثير مهمة وصلتنا من فترة بس أنا ما عملت فيديو عنها لحتى أتأكدت منها فصار خناءة كبيرة بين حافظ ابن بشار الأسد مع أمه اسماء الأخرس فهذه أمي الأخرس كما شهى ابنها حافظ بأنه هي عم تعطي خراية ومعلومات للطيار صيوح مشان يوديها للمخابرات الإسرائيلية عن مواقع الإيرانيين في سوريا لعدت الإسرائيليين يجوا يقصفوهم ويقصفوا تحركاتهم ومخازنهم وأماكن عيشهم وكاتبهم وخاصة أماكن الألوية تبع الحرس الثوري الإيراني وجن جنونه حافظ وصرخ عليها وقالنا يعني ولاد علي حيدر وولاد علي دوبا مظبوط كلامهم كانوا يضحقوا علي بفندق الشام لما نسهر ونسكر يقولوني أنه أمك وأبوك هني أكتر ناس عم يبيعوا الخرايط عن الوجود الإيراني في سوريا وحييجي يوم الإيرانية يضبحوكم بالقصر فكلامهم يعني حيصير مظبوط قالت له خراس ولا أنت ما دخلك أنا عمشتغل مع روسيا عم نفذ أوامر روسيا بوتين وعم نفذ أوامر بعض الشركات اللي بدها أن تتخلص من الوجود الإيراني فقال لها يا مجربي ما شايفي عمي ماهر بده إيش وإيش إذا حلقنا وتجي مرت عمي كمنال جدعان وتحكم وتاخد الأصر وتاخد منه كل شيء قالت له لذلك أنا لازم أتخلص من منال جدعان وعمك ماهر قبل ما يتخلصوا من نام يعني أنا لازم أتغدى بيهم قالت له قبل ما هني تعشوا في نام ولذلك بعدت أسرار لتحركات فرق الرابعة بدرعة وتحركات لفرق الرابعة بدير الزور والحرس تبعول منال جدعان وتبعول ماهر وجسست عليهم وحطيت أجهزة لحتى يراقبوا تحركاتهم وعطيت معلومات للثوار وعطيت معلومات لأهالي درعة وعطيت معلومات لأهالي دير الزور لحتى ينتقموا لي من حراس منال جدعان والفرق الرابعة قال له يعني أنت يا أمي يا مجنونة يعني أنت بدك تساوي معارك بالقصر بين حراس عمي وبين حراس أبوي قالت له لا ما حدا بيسترجع يعمل أي شيء أنا عندي حراس الخاصة وإنه إذا قتلوا بعض دبحوا بعض بشار وماهر أصلاً قتلوا أنت أبوك مو بشار أنت أبوك واحد بيت المقاتي بيقربوا للمقاتي قلت لك عدة مرات أنا بيكون يا أخو أو ابن عمو أنا كان في عندي حب وغرام وعشقه هين بيني وبينه كان يجيب لي غراد من جوتشي وكان يجيب لي أشياء ويهرب لي إياها للقصر وأنا عندي عشيء هو الطيارة صيوح وهذا أبني المقاتي فأبوك ما له دخل فيه وقات له أبوك عنده مشاكل كتيره وألف مصيبة فيه ومعتوه قات له حد الآن ما عرفت أنه أبوك معتوه قات له بس أنا سجلت اسمك باسم بشار لأنه مشان هيك بيت الأسد لأنه هني حاكمين وهني يعني مسيطرين على البلد فلاجب لي سيرتهم خلص هني منتهيين وراحل أنا وأنت بدي جهز أكلا أنت تصير رئيس سوريا فلازم أنا أتخلص من منال جدعان وماهر الأسد وعصاباتهم الإيرانية ولازم أتخلص أنا من قريبين أبوك بشار من هدولة جماعة جعفر شاليش والتاني والتالت وتخلص من رامي مخلوف وحافظ مخلوف وألا بدي تخلص من بيت شاليش وبيت الأسد الموجودين بالقرضاحة وشوفك راك أنت شلون حترت البساتين تبعيتهم هاي البساتين كلها بالساحل السوري قلت له أسماء الأخرس هي اللي حرقتهم مين غيرها بسترجي أنه يبعث ناس ويعملوا حرائق بالأحراش والبساتين بالقرضاحة ودركيش ومالصياف والأماكن أخرى فقلت له يا ابني ما تدخل وريف حجماك وأنا بدي أصير رئيس سوريا بالمستقبل وأنا ما أحد أرسل أساوي الشيء إلا إذا سلطت بعض العصابات على عصابات إيران والوجود الإيراني وتخلص منهم وأطلع منهم فأنا عندي علاقات مع دول عربية مجاورة مع مخابرات سعودية مع مخابرات دول أخرى وعم أتخلص من عصابات إيران في سوريا فما تشجع لي رأس وما تدخل وأنا الخرائط هاي والمعلومات والمخازن الأسلحة وكذا سأستمر بأنه وصلها للإسرائيليين لحتى يعني أدمى فيهم يضربوا الإيرانية ونتخلص منهم بسوريا طيب أيها الشعب السوري جزاكم الله خير أرجو أن تنشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق لأن كثير قصة مهمة واخناء كبيرة صارت بين أحافظ أبنها لأسماء وهي يعني ولبلموها ولفوها وطيار صيوه يختفي وكذا من القصر لفترة طيب يا الله السلام عليكم اختفى من قصر يعني بسبب توصيله المعلومات والخرائط للمخابرات الإسرائيلية مع السلامة مبارك الله بالثورة السورية المزلزلة المبارك الكبرى ترجمة نانسي قنقر